اهلا بكم في فيديو جديد هنعرف فيه الفرق ما بين ساعة امسفت الجديدة الجيتي اس سري والنسخة الاقدم منها الجيتي اس تو الفيديو دوت مش اجتهادي مني لكن بناء على طلبكم اكتر من شخص كلمني في الكومنت اسم محتاجين نعرف الفرق ما بين النسخة الاحدث من امسفت الجيتي اس سري والنسخة الاقدم منها الجيتي اس تو خلينا اقول لك صديق الفيديو دوت هتلاقي فيه 30 فرق بالزبط ما بين اميز في الجيتي اس سري والاميز في الجيتي اس تو بس فيه خمس فروقات يرجحوا كافة الجي تي اس تو وبصراحة فروقات جوهرية جدا لو انت من الناس اللي بتحب تستقبل مكالمات على الساعة وترد من الساعة بشكل مباشر فانت هنا هتختار الجي تي اس تو لان الجي تي اس تو لو بصيت على الشمال هنا هتلاقي الاسبيكر سبيكر دوت وظيفته ايه؟ لو جات لك مكالمة طبعا بتظهر لك في الاشعارات دايريكت على الساعة فانت بتستخدم الاسبيكر هنا في الرد على المكالمات يعني لو انت سايق عربيتك او بتلعب رياضة وجالك مكالمة مش محتاج تطلع الموبايل من جيبك لانك هترد من الساعة دايريكت من خلال الاسبيكر تمام؟ سبيكر تاني فوق في الجزء العلوي اماس فيت مخبياء الاسبيكر دوت خاص بسماع المقاطع الصوتية او الاغاني لان الاماس فيت جي تي اس تو فيها مساعة تخزينية 3 جيجا فنقدر اخزن على الساعة دي اغاني لحد تقريبا 300 اغنية واسمحهم برضو من على الساعة مباشرة من خلال الاسبيكر وتعالوا نعمل التجربة مع بعض دي اغنية على الساعة اكيد انتم تسمعين شو ده دلوقتي احنا بنسمحها بشكل دايريكت من الساعة وده ليه؟ لان فيه سبيكر موجود في الساعة تقدر تسمع منه الاغاني بشكل دايريك طيب هل الكلام دوت موجود في النسخة الاحدث من اماس فيت وهي الجي تي اس سري للأسف انت لو بصيت في الجانب الايمن او الجانب الشمال او من فوق او من تحت مش هتلاقي في الاماس في الجي تي اس سري ولا سبيكر للرد على المكالمات تستخدمه في الرد على المكالمات ولا هتلاقي سبيكر تسمع منه اغاني طبعا الجي تي اس تول فرق التالت هتلاقي فيها واي فاي طيب الواي فاي دا استخدامه ايه؟ استخدامه مش بتخش بيه على الانترنت ولكن بتنقل الاغالي من الموبايل للساعة وكده فيه تلت فرقات في الجي تي اس تو وفرقات دوهرية فعليا مش موجودين في الجي تي اس سري بلس ان سعرها ارخص الجي تي اس تو سعرها دلوقتي 2800 جنيه انما الجي تي اس سري باعتبار ان هي ساعة لسه نزلة جديدة فسعرها 3500 جنيه كده انا عرفتك بالزبط تلت فروق ما بين الجي تي اس تو والجي تي اس سري تعال بقى نخش في المراجعة ونعرف الفرق ما بين الاثنين لو انا هختار انا هختار الجي تي اس سري لان انا مش من الناس اللي بتميل لو جالي مكالمة على الساعة ارد بشكل مباشر هي بتسهل حاجات كتير بس مش بتفرق معي طبعا الحكم ليك لو انت محتاج ساعة تخزن عليها اغاني وتسمحها من الساعة تاخدش الجي تي اس تو لو مش فارق معاك الرد على المكالمات ومش فارق معاك سماعي الاغاني من الساعة لا انا بقول لها قود الجي تي اس اس ري باعتبار ان هي افضل في كل حاجة وتعالى نبدأ الفرق ما بين الاتنين ونعرف الفرق الواضح ما بين الاتنين في التصميم لو بصيت على الساعتين هتلاقي ان الساعتين جايين بنفس نوع الشاشة وهو الشاشة الاموليد والساعتين بنفس الحجم حجم الساعة هنا هوت هو 42 ملي وكسور وحجم الساعة هنا 42 ملي وكسور اللي اتنين نفس الحجم ما فيش اي اختلاف بس الاختلاف هنا صديقي واللي فعلا اماسفيت شابو لها فيه ان حجم الشاشة هنا في الجي تي اس اس ري بقى اكبر لان حجم الشاشة هنا 1.75 من 100 انش طيب في الجي تي اس تو حجم الشاشة قد ايه 1.65 من 100 انش او بوصة عايز اقول لك بقى الشابو الاماسفيت هنا ان الساعتين بنفس الحجم 42 ملي متر بس هنا اماسفيت كبرت حجم الشاشة في الجي تي اس سري خلته اكبر من الجي تي اس تو فانت لو محتاج ساعة تشوف فيها تفاصيل اكتر باعتبار ان كلما الشاشة بتكبر بتشوف فيها تفاصيل اكتر انا بقول لك خوة الجي تي اس تو طيب ايه تاني عملته اماسفيت متطور مش موجود او هو قليل في الجي تي اس تو اماسفيت هنا عشان تكبر حجم الشاشة في نفس حجم اطار الساعة او فريم الساعة قللت البيزلز جاي في البيزلز اللي بتبقى على الاطراف هنا هوت تمام قللتها خلت نسبة استحواز الشاشة من حجم الساعة هنا بتشكل واحد وسبعين وستة من عشرة طب في النسخة الاجدم نسبة استحواز الشاشة هنا بتشكل ستة وستين واثنين من عشرة حتى انت لو تلاحظ شايف الفرق ما بين الاطار هنا والشاشة هتلاقي الحتة السودة دي كبيرة انما هنا هتلاقيها صغيرة لان انا قبرت حجم الشاشة فين في نفس حجم الاطار اللي هو تنين واربعين ميلي طيب بص الفرق بقى ده الفرق ده فعلا جوهري جدا وفارق جدا في الساعة وهو تقنية العرض كلنا عارفين ان تقنية العرض بيكون فيها اتش دي والترا اتش دي وفول اتش دي بلاس بس كل الساعات كلها اغلب الساعات اللي موجودة في العالم بتكون اتش دي طيب اما سفيت عملت ايه عشان تطور تقنية العرض في الجيتي اس سري هنا خلت دقة عرض المحتوى هنا في الجيتي اس سري بتوصل للالترا اتش دي ودي اول مرة تعملها في ساعتها طيب انا هستفد ايه هتاخد الوان اعلى وهتاخد برايت نيس اعلى وهتاخد تفاصيل اعلى طب ده مش موجود في الجيتي اس تو لأ انا عايز اقول لك صديق النقطة دي اصلا ترجح كافة الجيتي اس سري الوحدها على الجيتي اس تو حتى التفاصيل هتباني يعني انا لو دخلت هنا هو تتصفح اي حاجة على الابليكيشنز بص هنا التفاصيل بين ازاي اللون الاسود هنا اسود اوي لان انا غيرت دقة العرض وهنا التفاصيل بين اوي في الجيتي اس سري عن الجيتي اس تو اقول هلك بمثال بسيط كده لما انت بتخش على اليوتيوب وبتتفرج على فيديو مش اليوتيوب بيخيارك انت عايز تتفرج على الفيديو دوت بجودة ايه ربعمية وتمانين بي ولا سبعمية وعشرين ولا فول اتش دي الالف تمانين طبعا لما بتتنقل من جودة لجودة الفيديو نفسه بيكون تفاصيله افضل والالوان بتبقى ظاهرة اوضح هو ده الفارق ما بين الاتنين بالزبط انك بتشوف الوان اوضح وتفاصيل اعلى الاتنين بيشتركوا في نفس عدد البي بي اي واحد تلتمية واحد واربعين مفيش اي اختلاف انما هنا بقى فيه فارق قوي جدا امس فيت لعبة عليه عشان من وجهة نظري تقدم لك تجربة بصرية قوية جدا ايه هو الفارق دوت يا صديقي الفارق دوت هنا بيكمن ان الجي تي اس سري بتيجي ب1000 نت عدد النت اللي بيكونوا موجودين اسفل الشاشة هنا حوالي 1000 نت ودي هتفيدني في ايه في الشمس تحت اشعة الشمس وانت بتتحرك في الساعة لو جالك اشعار او اي حاجة بتبص على الساعة لا مش هتشوف الوميد لا انت هتشوف الشاشة سطعة جدا طيب الجي تي اس تو فيها كام الجي تي اس تو يا صديقي هنا فيها 450 نت فكفة الجي تي اس سري لحد دلوقتي لزالت ربحانا طيب الاستراب في الاتنين واحد الاستراب هنا ابعاده 20 ملي بس الاستراب في الجي تي اس سري افضل لانه كان فيه حرفية جدا في التصنيع بمعنى ايه الاستراب هنا سمكه ادخن شوية بعيدا عن انه سمكه ادخن شوية لا انت هتلاقي هنا الاستراب مضلعة فيه تطليعة كده هوت خفيفة لو بتبص على الاستراب هتلاقي الاستراب مضلعة كده هوت مش متساوي زي الجي تي اس تو طيب التطليعة دي خلت الساعة ما تزحلقش من ايدك وكمان اما سفيت كده على موقعها ان هي بتدي فرصة للجلد ان هو يتنفس فهنا الاستراب بتاع الجي تي اس تو هيكون افضل لانه هو متضلع تمام وهيكون السماكة بتاعته او التخانة ادخن شوية من الجي تي اس سري بس فكرة الاستراب دي مش نقطة فاصلة لان انت ممكن تغير الاستراب دوت الاستراب معدن او حتى استراب من الاسترابات اللي هي شبيهة بالحظة ذات الساعتين وزنهم واحد اربعة وعشرين واربعة من عشر للجي تي اس سري واربعة وعشرين وسبعة من عشر جرام للجي تي اس تو مفيش فرق ما بين الاتنين الفرق دوت بقى حلو جدا خلى الجي تي اس سري شبيهة جدا بساعات قبل ليه لان اما سفيت المرة دي خلت الجي تي اس سري السمك بتاعها اقل شوية السمك دوت اللي هو تخانة الساعة تخانة الساعة هنا تمانية وتمانية ملي من عشرة تمانية وتمانية ملي ميتر فهنا الساعة بقت سمكها انحف شوية طيب الجي تي اس تو كانت قديه الجي تي اس تو ادخن لان هي تسعة وسبعة من عشرة فهتلاقيها ادخن شوية من الجي تي اس سري الجي تي اس سري تحسها ان هي قبل ووتش اوي زيادة عن اللزوم هما الاتنين شابهين بالساعات الخاصة بابل ووتش لكن الجي تي اس سري فيعنى ان انا بحسها ابل ووتش اوي بالشكل بتاعها الجري الفرق دوت بقى بيرجح كافة الجي تي اس سري اوي شايف الزرار اللي على اليمين ده صديقي في الجي تي اس تو كان استخدامه ايه بتضغط عليه دهوت وبيدخلك على الهوم مينيو عشان تقدر تتصفح البرامج او تتحرك في الساعة فوق وتحت وتضغط عليه يعني بيرجعك باك تمام طيب الزرار بقى في الجي تي اس سري بقى تستخداماته احسن شوية بمعنى ايه هو بقى عبارة عن زر كتصميم شكله افضل شوية من الجي تي اس تو زر كده هو مدور ومبطط شوية وبتحس ان هو فيه تيكتشار كده على اليمين نهيك بقى عن انه تصميمه شكل حلو بس استخدامه بقى افضل بمعنى ايه ان انا بقدر استخدم هنا الزرار دوت ان انا تحرق في الساعة ابص بقى لو لفيت الزرار دوت يا صاحب الفوق كده هو تولتح هتقدر تتحرك في الساعة كمان بيعمل فيبريشن كده وانت بتتحرك عشان يقول لك انت واقف على انهي برنابي طيب دي هتفيدني في ايه هتحرك في الساعة اسرع هتحرك في الساعة اسرع وكمان هتخلي سبوعي ما يحجبش الرؤية بمعنى ايه ده منبهم علش انا كنت ضابطه خلاص هو هيفصل لوحده طيب صبعك كده وانت بتتحرك على الميوزيك او الابليكيشن او او الى اخره صبعك كده بيحجب جزء من الرؤية زي ما انت شايف انا حجب حوالي 20% من مساحة الشاشة لأ انا مش محتاج ان انا حجب جزء من الرؤية لأ انا بتحرك فوق وتحت هيدا بالزر عشان تقدر تشوف فيه كامل التفاصيل مع طبعا الهابتك فيدباج او الفيبريشن دي بيبقى شكلها مميز جدا طيب فيه فرق رابع هنا بيرجح كافة الجي تي اس تو خلينا اقول لك برضو وعد لك تاني لو محتاج مكالمات في الساعة وسمع الاغاني خد الجي تي اس تو بغض النظر عن اللي بقوله لكن الجي تي اس سري افضل في كل حاجة طيب ايه الفرق التاني هنا طبقة الحماية طبيعا ان الساعات الزكاية يكون عليها طبقة حماية لان هي معرضة للخدوش ومعرضة للكسور اكتر الجي تي اس تو هنا عليها طبقة حماية اسمها التيمبرت غلاس في تلك الحالتين طبقتين الحماية هنا في الساعتين بيستحمله انما في الشي تي اس تو عشان اكون صريح معاك بتستحمل اقتر هيستحمله معاك الخدوش وهيستحمله معاك السقوط لو الساعة وقعت مني الساعتين الفريم ب bleed الالمونيوم دي خلاص مفيش فيها جدال طيب تعالى بقى نخش جوة التصميم شوية لان انا قلتلك في اول الفيديو ان تصميم الجيتي اس سري سواء داخلي او خارجي احسن من الجيتي اس تو فعليا في كل حاجة طيب شايف انت الوجهة اللي انا حاطتها او الشكل او السيمز اللي على الجيتي اس تو دوت اللي على الجيتي اس سري هو افضل بكتير من اللي في الجيتي اس تو ليه لان هنا الجيتي اس سري اقدر احفظ عليها شايف الاشكال دي اقدر احفظ عليها اللي انا هجيبها لك دلوقتي اقدر احفظ عليها لحد بالزبط ميت شكل وتقدر تغير اي شكل انت محتاجه في الساعة تمام تخلي الشكل دوت او اي شكل تاني تمام طيب الجيتي اس تو بقدر احفظ عليها لحد كام لحد خمسين شكل مش فارق معها اللي انت بتقوله دوت لكن فارق معنا يا صديقي ان الجيتي اس سري بقدر احفظ عليها انيميتد ووتش فيس يعني ايه انيميتد ووتش فيس يعني واتشي فيسز او سمزات او اللي بنقول عليها بندلحها بنقول عليها اوجه ساعة متحركة شايف المشهد المتحرك دوت اللي بيخلي الساعة بتاعتر شكلها لطيف مش هتشوفوين خالص طيب خاصية تانية عشان نكمل التلاتين فرق اللي ما بين الجي تي اس سري والجي تي اس تون خاصية الشاشة المؤقتة او بنقول عليها الوروز اندس بلاي مش انت وانت لابس ساعتك كده صديقي بعد ما تشوف الساعة كام بتنزل ايدك كده بيظهر لك شاشة مؤقتة انا هضغط على الساعة بيدي دلوقتي عشان ازهره لك بيظهر لك الشاشة المؤقتة دي تمام طيب الجي تي اس تون اقدر احفظ عليها في الشاشة المؤقتة دي لحد خمسة وخمسين شاكل اللي هي بتجيب لك انت مشيت كم خطوة والساعة كام وكذا كذا كذا الى اخره طيب الجي تي اس سري الجميل بقى في الجي تي اس سري انك تقدر تحفظ عليها اللي انا هوروه لك دوت لحد مية شاشة مؤقتة فهنا برضه كافة الجي تي اس سري لسه زي ما هي تكسب طيب ايه تاني كده تصميم خد الجي تي اس سري افضل في كل حاجة افضل في حجم الشاشة افضل في البزلز اللي على جنب افضل في تقنية العرض افضل في الاستراب افضل في التصميم افضل في كل حاجة طيب الانظمة الصحية مش فيه ناس بتحتاج الساعات دي عشان تقيس بيها نسبة الاكسوجين في الدم وتقيس بيها معدل نبضات القلب مش كل الناس بتحتاج الساعة عشان ترد على المكالمات او ان الساعة يكون شكلها حلو لأ ده فيه ناس بتحتاجها عشان تقيس بيها نسبة الاكسوجين في الدم وناس بتحتاجها عشان تقيس بيها الاسترس التوتر وناس بتحتاجها عشان تقيس بيها مراحل النوع الجي تي اس اس ري برضو افضل لان عدد المقاييس والمرأبات في الجي تي اس اس ري احسن طيب هقولك فرق بسيط ما بين الاتنين كده هاخده سريعا الاس بي او طول اللي انت شايفه دوت هو بيقس لك نسبة الاكسجين في الدم عشان يعرفك انت عندك كورونا ولا لأ هو هو نفس البلاد اكسجين بس الاسم هو متغير في الجي تي اس اس ري طيب في الجي تي اس طوى صديقي انت بتاخد 45 ثانية بالزبط عشان تقيس نسبة الاكسجين في الدم انما هنا في الجي تي اس اس ري انت بتاخد 15 ثانية بس وده بفضل ايه بفضل السنسور الجديد ساحة جديدة طبيعيا انه يكون فيها سنسور جديد سنسور الجديد من امس في الجي تي اس اس ري اسمه بايو تراكر السنسور دوت جواه 6 سنسور كده كلهم خاصين بالمرأبات المختلفة دوت البيوتراكر الجيل التالت انما اللي في الجي تي اس طو البيوتراكر الجيل التاني سنسور جواه أربعة سنسور بيعملوا المقاييس المختلفة طيب أنا قلت لك أن هنا السنسور دوت جواه ستة وهنا السنسور دوت جواه أربعة فهتفرق هنا في إيه عدد المقاييس في الجيتي اس سري هتكون أكتر ودقة المقياس نفسه في الجيتي اس سري هتكون أكتر طيب معدل نبضات القلب هتلاقي الأيكونز رقم اثنين هنا ومعدل نبضات القلب هنا طيب إيه الفري ما بين معدل نبضات القلب في الجيتي اس سري إن في الجيتي اس سري الساعة هنا قادرة إن هي تقسلك معدل نبضات القلب حتى وانت بتعوم أو حتى وانت بتغدص إنما دي مش موجودة في الجيتي اس تو طبعا الساعتين بيقيسوا التوتر والساعتين بيقيسوا مراحل النوم بس في حاجة جديدة موجودة في الجيتي اس سري مش موجودة في الجيتي اس تو وانت نايم أنا آسف وإحنا نايمين في ناس بتشخر كده أو بتعمل الصوت المزعج اللي احنا بنقول عليه بات بريزينج دوت بيبقى نتيجة لإيه؟ نتيجة إن التنفس عندك في مشكلة سواء في مشكلة في الرئة أو في مشكلة جثمانية أو إلى آخره طيب الساعة الخاصة بأمس فيت الجي تي اس سري بتقسلك المرحلة اللي هي اسمها الباد بريسنج بترقبها أو اللي بنقول عليها شخير بتقولك أنت من الساعة كذا للساعة كذا قدت بتشخر وطبعا هتستشير الطبيب عشان لو عندك مشكلة صحية أو حاجة تقنية أخيرة تانية عشان ما طولش في حتة بس الجزئية الخاصة بالصحة تقنية تانية اسمها الوان تاب فعلا هنا جميلة جدا تقنية هنا اسمها الوان تاب ديت مش موجودة في الجي تي اس تو طيب وظيفتها إيه الوان تاب دي؟ إن هي بتعمل لك أربع مقاييس صحية مختلفة طبعا هي مش هتقس عشان هي مش لابس الساعة دي مش موجودة في الجي تي اس تو هتفيدني في إيه؟ هتفيدني إن هي تقسلي معدل نبضات القلب وهتقسلي نسبة الأكسجين وهتقسلي الاسترس اللي بنونا عليه التوتر وهتقسلي التنفس كل ده بياخد قدية خمسة واربعين ثانية بالزبط بتكون أيسا لك كل ده طبعا دي مش موجودة في الجي تي اس تو لإن هي موجودة في الجي تي اس سري بس طيب الجزء الرياضي بقى يبقى أنا هنا كتصميم أفضل وكجزء صحي هنا أفضل الجزء الرياضي في الجي تي اس سري برضو أفضل ليه صديقي؟ لأن الجي تي اس سري هنا في الوركاوت أو في الرياضات هتلاقي الساعة هنا بتحتوي على تسعين رياضة مختلفة فأي رياضة أنت سوري الساعة هنا بتحتوي على مية وخمسين رياضة مختلفة مش تسعين تسعين دي في النسخة الأقدم فأي رياضة صديقي أنت بتمارسها هتلاقي ليها تراك موجود هنا بيحسب لك كل حاجة بيحسب لك الماشي وبيحسب لك صورتك الحرارية حتى وانت بتعوب طيب الجي تي اس تو كرياضين هتفيد نئة بس للأسف هي فيها تسعين ووضع رياضي فقط لا غير طيب الجي بي اس أو الأأمار الصناعية هنا الجي تي اس تو بتدعم أمرين صناعيين اللي هو الجي بي اس وجلوناس إنما الجي تي اس سري بتدعم هنا خمس أأمار صناعية اللي هو الجي بي اس والجلوناس والباديو والكويزيس والجليل ومش هتفرق قوي البطارية البطارية في الاتنين واحد هنا البطارية 246 وهنا البطارية 250 الساعتين هيعودوا معك 5-6 أيام مش هيعودوا معك أكتر من كده لأن 26-2-50 ما فيش أي فرق طيب بيشتغلوا على أنهي سوفت وير لو أنت معاك ساعة صديقي سوري لو أنت معاك موبايل أندرويد من أول أندرويد الجيل السابع هيشتغلوا على عادي وما فيش دلوقت الجيل السابع ده كله 12 ولو أنت معاك موبايل IOS القبل الـ 12 الساعتين هيشتغلوا عليه عادي ما فهمش أي مشكلة من أول IOS لحد 15 الموجود في أي موبايل آيفون تقريبا من أول آيفون 7 هتشتغل عليه ما فيهاش أي مشكلة السوفت وير هنا بقى مختلف ما بين الساعتين لي يا صديق السوفت وير هنا مختلف ما بين الساعتين لأن أماسفت في الجيتي اس سري اشتغلت بسوفت وير جديد اسمه الزيب أو اس سوفت وير جديد مستحدث من أماسفت سوفت وير ده تقريبا قائم على الأنيميشن والساعة تبقى سالسة جدا عشان كده خلوا الجيتي اس سري 60 فريم أو بتعالج 60 مشهد في الثانية الواحدة ودوت مش موجود في الجيتي اس 2 لأن هي بتشتغل بالسوفت وير الأقدم الأندرويد ويرابول أنا آسف إن أنا طولت عليكم في المراجعة دي أو في المقارنة ما بين الاتنين بس حبيت عرفك 30 فرق ما بين الساعتين 5 فرقات هنا جوهريين و25 هنا فرق أنا رأيي لو هاخد أنا مش من محبين الرد من المكالمات على الساعة مش هتفرق معي هاخد الجيتي اس سري مع إن فيه فرق ما بين الاتنين هنا الجيتي اس 2 دي سعرها 2800 جنيه حاليا والجيتي اس سري نزلة 3500 جنيه بس حتة الألترا ايتش دي وحتة تصميم الساعة لا يخلوني أدفع فيها 3500 جنيه شكرا لكم الفيديو تول شوية بس أتمنى إن هو يكون فاتكم جدا شكرا لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر